موسيقى تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية وإلى عنوينها مصر تنتظر الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان لإنتاج الكهرباء الموازنة التونسية الجديدة تزيد الانقسامات السياسية والخيارات الاقتصادية بين القوى والأحزاب والعمال الرئيس الروسي يرى أنه من غير المنصف تحميل روسيا مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أهلا بكم أعلن مصرف لبنان المركزي عن تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية حتى الحادي والثلاثين من كنون الثاني يناير المقبل وكان البنك المركزي قد قال قبل أيام أنه سيزود البنوك بالدولار عن طريق منصة الصرف الأجنبي صيرفة حتى تتمكن البنوك من صرف مبالغ بالدولار لأصحاب الودائع بدلا من صرفها بالليرة اللبنانية من أحية أخرى قال وزير البترول المصري طارق الملة أن بلاده لم تحصل بعد على موافقة أمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان لإنتاج الطاقة الكهربائية وقال الملة أن المشاورات مع الأطراف الدولية مستمرة للتأكد من عدم خرق قانون قيصر للعقوبات بدوره أوضح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن توقيع اتفاق استيراد الغاز المصري ما زال بعيدا غير أن لبنان قد يوقع اتفاقا آخر مع الأردن لاستجرار الكهرباء قبل نهاية العام الحالي قال المجلس القومي للأجور في مصر إنه سيطبق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدأ من العام المقبل على أن تمثل قيمة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني وبحد أدنى 70 جنيها وتفق أعضاء المجلس القومي للأجور على أن قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يبلغ 2400 جنيه وهو إلزامي لكل المنشآت يذكر أن المجلس كان قد منح المنشآت المتعثرة مهلة للتقدم بطلب استثنائها من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور إلى حين تحسن ظروفها الاقتصادية إلى تونس حيث يحتدم الجدال حول مشروع موازنة العام المقبل وما قد تنص عليه من إجراءات تقشفية تثقل كاهل الأفراد والمؤسسات مشروع الموازنة لم يرى النور بعد غير أن العمل على إعداده تم من دون أي حوار أو تنسيق مع المنظمات المدنية عماد شتار أن تكون الجباية جباية عادلة غابت المعلومة الدقيقة والسياسة الشفافة من الحكومة وانعدم الحوار بشأن صياغة مشروع موازنة 2022 أو تعديله لتحضر في المقابل التسريبات وبالتالي الشائعات بقوة ما استدعى تدخل رئيس الجمهورية لنفي ما يروج له فيما حذرت المنظمات الوطنية والخبراء من التبعات الخطيرة للإجراءات التي قد تثقل كاهل الفئات الفقيرة والمهمشة مدام نجلة بدن حتى بيان الحكومة حتى تواجهتها الاقتصادية على المدى القصير ما تطهمش ولذلك كيفاش تبني أنت قانون مالية وكيفاش تخلق لي ذراء بجديدة وكيفاش تخلق لي ميزانية جديدة وكيفاش تعمل لي ميزانية جديدة وانت ما عندك سياسة اقتصادية واضحة تحتاج تونس لتقطية نفقات موازنة 2022 إلى تمويل يقدر بـ 23 مليار دينار لذلك شرعت في إجراء مفاوضات مع صندوق النقل الدولي لتأمين قرض بـ 4 مليارات و 500 مليون دولار ما يستدعي في المقابل الاستجابة لإملاءات الصندوق الذي يطالب بخفض كتلة الأجور وخصقصة عدد من المؤسسات العمومية ورفع الدعم وبمزيد من تحرير الاقتصاد إجراءات تراها منظمة الشغيلة تهدد الاستقرار الاجتماعي للبلاد أمني أنه يتم منقشته بل ما يخرج المرسوم على الأقل من بين المنظمات الوطنية إلى خيره لأن كل هذه المنظمات هي في النهاية حليفة لهذا المشروع استعادة نسق النمو تحتاج بحسب مراقبين إلى استعادة الثقة عبر إجراءات شجاعة ترمي إلى تخفيف أعباء المؤسسات الاقتصادية التي تمر بعد الأزمة الصحية بصعوبات غير مسبوقة ما يستدعي الحد من الجباية للزيادة فيها الجدل بشأن مشروع موازنة العام المقبل سبق الإعلان الرسمي عنه وسيحتدم بلا ريب بعد نشره لأنه أعدى في تغييب كلي لرأي الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على حد سوى أعمى تشترى تونس الميادين تواصل ليرا تركيا تحسنها مقابل الدولار لترتفع ثلاثة في المئة وتستقر عند 11 ليرة و70 قرشا للدولار بعد انخفاضها إلى 18 ليرة و40 قرشا مطلع الأسبوع المكاسب الكبيرة التي سجلت منذ أمس تأتي بعد أعلان الرئيس رجب طيب أردغان أن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية حيث دع الأتراك إلى التمسك بحيازة الليرة بدلا من الدولار بعدما أصبحت أكثر من نصف الودائع بالعملات الأجنبية أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فاعلية الإجراءات التي تخذها البنك المركزي الروسي لمواجهة التضخم وفي المؤتمر السنوي الذي يعقده نهاية كل عام أكد بوتين أن رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام كان إجراءا حكيما برغم عدم رضا قطاع الأعمال وقال بوتين لو لم نفعل ذلك لكنا قد واجهنا وضعا مشابها لتركيا والبنك المركزي في روسيا ينتهج سياسة مستقلة وأن لا أتدخل في عمله التضخم يمثل تحديا خطرا ويجب أن نستخدم أداة رفع الفائدة بعناية شديدة أعلم أن القطاع الحقيقي غير راض عن رفع أسعار الفائدة ولكن لو لم نفعل ذلك لكنا قد واجهنا وضعا مشابها لتركيا علما أن البنك المركزي في بلدنا ينتهج سياسة مستقلة وأنا لا أتدخل في عمله أما عن التقلبات في سوق الغاز فرأى بوتين أنه من غير المنصف تحميل روسيا مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز طبيعي وأكد أن جاسبروم لم تقصر في التزاماتها وقال أن جاسبروم التزمت بالاتفاقات طويلة الأمد قبل أن تبدأ التوريد للأسواق الفورية وأن البلدان التي أبرمت عقودا طويلة مثل ألمانيا تنعم بأسعار أقل كثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقق ربحا في هذا السياق كشف تقرير نشر في صحيفة وولد ستريت جورنل أن الإنتاج الصناعي في أوروبا تراجع بسبب غلاء أسعار الغاز وأفد هذا التقرير بأن أسعار الكهرباء في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا سترتفع العام المقبل بنسبة تفوق 6% ما ينذر بغلاء تكاليف الإنتاج أما فرنسا التي كانت تصدر الطاقة الكهربائية فأشار التقرير إلى أنها مضطرة إلى شرائها ما يجبر المصانع على خفض أحجام الإنتاج أعفت الولايات المتحدة المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات رسمية مع طالبان من العقوبات الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ثلاثة ترخيص عامة تهدف بمجيبها إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان من دون فرض أي عقوبات على الجهات ذات العلاقة بطبيعة أو شكل المساعدات وامتنعت الخزانة الأمريكية عن قول ما إذا كان ذلك سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من هذه العقوبات هبطت قيمة صادرات العتاد العسكري الأمريكي للحكومات الأجنوبية إلى 138 مليار دولار لسنة المالية الماضية وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن اتبعت سياسة عدم الإفراط في بيع الأسلحة بالمقارنة مع سلفه السابق دونيل ترامب الذي خفف القيود على هذه المبيعات مشجعا على شراء الصناعات الأمريكية واحتلت كل من أستراليا وإسرائيل قائمة الدول أكثر إنفاقا على شراء الأسلحة من واشنطن توقعت شركة سيريوم البريطانية في بيان لها أصدرته حول آفاق حركة الطيران لعام 2022 أن تسرع انتعاش الطاقة التشغيلية لشركة طيران العالمية في النصف الثاني من العام المقبل وأشارت الشركة إلى أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع تكليف العمالة ومعالجة قضايا البيئة بالإضافة إلى حاجة شركة طيران إلى إعادة بناء ميزانياتها العمومية بعدما اضطرت للاقتراض بكثافة العام الماضي مع تراجع حركة السفر بأكثر من 80% في معظم الأسواق بسبب كورونا أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن عدد الإصابات بكوفيد-19 في القارة الأمريكية منذ بداية الجائحة تخطى المائة مليون حالة وقالت المنظمة أن أكثر من نصف هذه الحالات البالغة 51 مليون سجلت في الولايات المتحدة وحدها بينما رصدت 22 مليون إصابة في البرازيل وأشارت المنظمة إلى التأثيرات الاقتصادية الكبيرة والهائلة التي أفرزتها هذه الجائحة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية ونسبة النمو في البلدان المتقدمة قال الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو أو أعلن الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو الشروع بحملة تطعيم للسكان المحليين بلقاح سبوتنيك لايت كجرعة معززة قرار مادورو جاء عقب سلسلة بحوث أكدت جدوى فعالية لقاح سبوتنيك لايت كجرعة ثالثة معززة ضد سلالة أوميكرون والحملة بحسب مادورو ستبدأ اعتبارا من الثالث من كانون الثاني يناير المقبل وتستخدم فيها لقاحات سبوتنيك لايت عبدالله الكوبي بالإضافة إلى اللقاح الصيني قال خبراء في الأرصاد الجوية إن الإعصار الرئي الذي تحول هذا الأسبوع إلى أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام ثاق جميع التوقعات ووصل إلى اليابسة بسرعة ثاقة المائتين والعشرة كيلومترات في الساعة وتسبب في وفاة ما يقرب من أربع مائة شخص وشرد نحو مليون نسمة ولم يتضح بعد كيف تؤثر ظاهرة الاحتباس الحراري في تكثيف مثل هذه العواصف لكن وكالة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ قالت إنه من المحتمل أن يكون تواتر عملية التكثيف السريع قد زاد على مدى العقود الأربع الماضية بسبب ارتفاع درجات حرارة الأرض بيضاء الخبر البيئي والاقتصادي في آن معا نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نت بلغاته العربية والإنجليزية والإسبانية شكراً وإلى اللقاء شكراً